نحن الآن في قرية السويدة الجنوبية التابعة لناحية الغندورة في منطقة جرابلوس بريف حلب الشرقي هذه القرية شهدت ليلة أمس انزال للتحالف الدولي ثمان مروحيات قادمة من منطقة كوباني من قاعة خرابع الشك بالتحديد قدمت إلى هذه القرية استمرت العملية قرابة الساعتين بقيت الطائرات تحلق في سماء هذه القرية ساعة كاملة قبل أن تحط ثلاثة منها على أطراف القرية الترجل منها عشرات العناصر وتوجهوا باتجاه الأحياء هنا في قرية السويدة الجنوبية دارت اشتباكات بينهم وبين أحد الأشخاص الذي يدعى إبراهيم الذي قتل على إثرها أيضا قتل شخصان من جيش الوطني السوري في القرية استمرت العملية قرابة الساعتين بدءا من الساعة الواحدة والنصف ليلا إلى الساعة الثالثة والنصف غادرت قوات التحالف بعد أن قامت بعمليتها بعد مغادرتها قامت فرق الدفاع المدني بالتوجه إلى المنطقة وقامت بأخذ الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الإنزال إلى مشفاء الأمل في ناحية الغندورة الجدير بالذكر أن هذا الإنزال للتحالف الدولي هو الثاني في منطقة جرابلوس بريف حلب الشرقي ترجمة نانسي قنقر